تستمر فعاليات النسخة الثانية من مهرجان اللوز في يومها الثاني في سوق المزارعين بحديقة البديع النباتية ويعتبر هذا المهرجان منصة تسويقية مهمة لثمرة اللوز والصناعات التحولية المرتبطة بهذه الثمرة المشهورة على مستوى الخليج هذا وتحرص وزارة شؤون البلديات والزراعة وبالشراكة مع الجهات الداعمة وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتلمية القطاع الزراعي على التميز في هذه الفعالية الوطنية بالعمل على موصلة النجاحات المتحققة في الموسم السابق لجعل هذا المهرجان منصة إضافية لتسويق المنتجات الزراعية المحلية للمزارعين البحرينين انطلاقا من التزامها بدعم العاملين البحرينيين في قطاع الزراعة ترجمة نانسي قنقر